غادر عالمنا إلى رحمة الله تعالى نجم كبير جدا من نجوم كرة القدم المصرية الكابتن أنوس نجم النادي الإسماعيلي الكبير في الستينيات واحد من جيل الأفزاز في كرة القدم في الإسماعيلية مع الكبار طبعا الكابتن علي أبو جريشا والكابتن سيد عبد الرازي ومجموعة كبيرة جدا من نجوم النادي الإسماعيلي اللي أخدوا بطولة إفريقيا وصالوا وجالوا في القارة وفي الكرة المصرية بشكل أكثر من رائع كابتن أنوس كان من الشخصيات المهذبة للغاية يعني لما تيجي تتكلم معاه الحقيقة يعني تحرج من كتر أدبه وزوءه وشيكته وأخلاقه من كل الوجوه وطريقة كلامه كان حاجة عظيمة وتولى عدة مناصب داخل أروقة النادي الإسماعيلي وفي كل منصب كان بيشغله كان ناجح فيه للغاية ويعني الجميع يحبه ويحترمه رحمة الله على الكابتن أنوس إن شاء الله عندنا تقرير بيجهز دلوقتي بإذن الله إن شاء الله نلحق نزيعه لحضراتكم النهاردة عن هذا النجم الكبير الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى نسأل مولى عدى وجل أن يرحمه ويكون مثواه الجنة بإذن الله وأن يلهم أهله الصبر والسلوان نسأل مولى عددئ